تاريخياً زي النهاردة ودايماً في أفراحي أهلي هم قلتلكوا لو حد عمل تقويم ما في يوم على مدار السادة مش هيكون مضاهي أيام كتيرة حدثت فيها انتصارات وأفراح للأهلي عبر تاريخي زي النهاردة أو تحديداً 23 نوفمبر لكن سنة إيه 1950 الأهلي فاز على نادي فاروق اللي هو الزمالك بعد كده 2-1 في دور القاهرة والفاز للأهلي بدور القاهرة على فكرة عنده 16 لقب في البطولة دية والزمالك 13 لقب 23 نوفمبر 1956 الأهلي بيفوز على الزمالك 2-1 في مباراة ودية على كأس الكفاح وقيمة المباراة لدعم المجهود الحربي نتيجة العدوان السلاسي على مصر في 56 سجل هدفي الأهلي سيد الدوزوي مهاجم فاز طبعاً السبت 23 نوفمبر 2017 بيوافق وفاة المدرب الإنجليزي الشهير للنادي الأهلي ألان هاريس اللي ولد في 28 ديسمبر 1942 وشغل المدير الفني للنادي الأهلي في الفترة من 93 ل95 ساهم في فوز الأهلي ببطولتين للدوري والبطولة العربية لأرطار الكؤوس وكأس أفريقيا لأندي أرطار الكؤوس 93 واحد من المدربين اللي كان ليهم مسيرة مهمة مع النادي الأهلي في منتصف التسعينيات الأحد 24 نوفمبر 1939 الأهلي فاز على المختلط اللي هو الزمالك لاحقاً 3 واحد في دور القاهرة سجل أهداف الأهلي حسين مدكور هدف ومونير حافظ هدفين الاتنين 25 نوفمبر لكن 1867 بعدنا أوه هتقول لي 1867 ده الأهلي 1907 أقول لك لا ده كان ميلاد طلعت باشا حرب طلعت باشا حرب ده اللي بنى الاقتصاد المصري اللي بنى الاقتصاد المصري واللي عمل على تنصير الشركات المهمة وأنشأ بنك مصر وكان ليه إسهامات كتيرة في الشركات المهمة في الاقتصاد المصري شركات صناعة السينما والسيارات والقطن وكتير من المشروعات المصرية الخالصة كان طلعت حرب له تأثير كبير فيها ايه علاقته بالنادي الأهلي واحد من الساهمه في تأسيس النادي الأهلي طلعت باشا حرب بدأ بالإضافة للإسهاماته الاقتصادية الكبيرة كان من المساهمين في تأسيس النادي الأهلي انضم لعضوية اللجنة العلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي في مارس 1907 كان له أثر في تطور النادي ماليا كان تولى مسؤولية التنظيم المالي للنادي من الألف إلى الياء وقدم ضمان للنادي في قرد النادي طلبه لاستكمال إنشاءاته وتوفي طلعت باشا حرب واحد من مؤسس النادي الأهلي والمساهمين في تأسيسه توفي في 13 أغسطس 1941 أولا هو شخصية من العلامات البرزة في تاريخ مصر يعني عندما يذكر الإقصاد المصري فطلعت حرب أبو الإقصاد المصري هو اللي مصر البنوك هو اللي عمل بنك مصر هو عمل كثير من الشركات والمؤسسات وهو الذي أنشأ وساهم ومولى وخطط ماليا لإنشاء هذا الكيان العملاق الذي أصبح ملء البصر في العالم كله فطلعت حرب يعني ده عايز لوقف الواحده عشان نقدمه للناس صح لأن تأثيره على كل مناح الحياة في مصر تأثير عظيم جدا 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 الأهلي كان نشأ كشركة مساهمة وشفته طلعت حرب واحد من المساهمين وكان قدم كمان ضمان للبنك علشان النادي ياخد قرض يستكمل إنشاءاته ومن هنا يباني يا جماعة قيمة الجزور بتاعة النادي الأهلي أنتم متخيلين إن واحد من اللي ساهمه في نشأة النادي رأى التمصير الاقتصاد في مصر إذا كان النادي الأهلي اهتم بعد كده بتمصير الحركة الرياضية والاتحادات الرياضية في مصر والمشاركة في كل البطولات اللي تقام فقط حتى بدور كرة القدم اللي تقام للمصريين فقط دون الأجانب ده بيعكس لك هذه الجزور الوطنية المهمة لضاربة في عنق التاريخ الوطني إنك أنت القائمين على نشأة النادي والمساهمين في شركة إنشائه كانوا من العناصر الأساسية أصحاب الرأس المال الوطني هو نشأ تحت هذا المسمى وتحقيقا لهذا الهدف إن يكون نادي مصري في مواجهة النشاط الرياضي أو الاجتماعي للاحتلال يعني ده الغرض منه وذلك التف حول جميع المصريين وده سبب شعبيته زي ما أنت بتقول الضاربة في الجزور يعني هو لما احنا بنقول الليسان يولد بالفطرة أهلاوي دي مش مبلغة نتيجة النشأة دي مصطفى كامل وعمر لطفي وارتباط سعر زغلولو إن كان شاكلي إنه رئيس الجمعية العمومية وبعدين طلع حارب حاجة الموز للحركة الوطنية كمان كبار جدا كبار جدا وبعدين كانوا حرصين جدا إن القيمة والمبدأ تسبق أي حاجة يعني هو جاي لترصيخ مكرم الأخلاق وتدعمها من خلال الرياضة وده اللي الأهلي بيحاول يتمسك به وكمان يمشي على الأشواك الآن اشتركوا في القناة